رأيكم تشوفوا التقرير الخاص بلقاء وزير الدفاع الكوري مع وزير الدفاع المصري تشوفوا التقرير ونرجعتين التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي السيد سووك وزير الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين وتناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة عدد من الموضوعات الذات الاهتمام المشترك والتي تضمنت مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات لكل البلدين وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية كوريا الجنوبية مشيرا إلى حرصه على أهمية تنسيق الجهود وزيادة أفاق التعاون العسكري المشترك بين البلدين من جانبه أعرب وزير الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الجنوبية عن تطلعه أن تشهد المرحلة المستقبلية مزيدا من التعاون على نحو يلبي المصالح المشتركة للجانبين وحرص بلاده لدعم أفاق التعاون العسكري مع مصر خلال المرحلة المقبلة حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين ووزير مشتريات الدفاع الكوري وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة